هل المصبب الفيروس يرجع له الفيروس تاني? هزا كلامه انهراء. ما بيحصلش. اللي بيتصبب الفيروس ببقى عنده الكلام بقى الواحد يطلع يقول لك اصلي فيه ورقة لقناها بتقول ان واحد في الصين رجع له تاني. يا جماعة منظمة الصحة العالمية هي المصدر الوحيد لهذه المعلومة وهنا فيه صدقه لان الاطباء في العالم كله ما عندهمش ادنى مصلحة. احنا لرجال اعمال ولا احنا البورصة هتزيد وهتقل لما نقول معلومة خطئة. لكن احنا الفيروس جالك ما يرجع لكش تاني والانتي باريز هو اللي احنا بنقدر نشتغل عليها. والدليل العلمي على كده ان في دول في المنطقة زي الامارات وزي السعودية وزي كويت بدأتوا يشتغلوا دلوقتي على البلازما. البلازما دي ان انا اخد جزء من دم المريض اللي جاله اللي يتعالج. واحقينه في مريض اخر يبقى بالتالي الفيروس لا يعود. دي روح. الفيروس يطير الفيروس لا يطير. عشان بس نقدر نتكلم عنه ده وخصوصا الكورونا هو فيروس كبير. ولا يطير ولا ينتقل بالهواء ولا حضرتك تبقي موجودة في واحد يعطس مسلا في الكفر الشيخ يفضل طايل لغاية ما جينا في القاهرة ده كلام مش موجود. طيب. ايه بقى المشكلة في ايجاد المصل? يعني باختصار شديد عشان الموضوع ده صعب جدا الناس تقدر تفهمه. كل فيروس لمفتاح. المفتاح ده اسمه بتاعه. عشان نقدر نفتح الفيروس ونفهم خصائصه من جوه. احنا مازلنا في طور البحث عن ما يسمى بتاع الفيروس. وبالتالي صعب علينا ان احنا نفهم خصائص الفيروس ونقدر نقول لها حضرتك تقدر المصل يبقى موجود امتى? وفي انهي تاريخ. الطبيعي ان اي مصل بياخد ما بين ثلاثة لست سنين. احنا الشغل اللي العالم كله شغال عليه. ان الفيروس يبقى موجود في فترة لا تزيد عن سنة. لان العالم كله متكاتف. وحضرتك العازم تبقي عارفة ان المجلات الطبية اللي بتنشر كل شهر بقت تنشر كل يوم وبعض المجلات الطبية بتنشر مرة كل اتناشر سحر. يعني احنا فيه تور بحث عالمي كبير. جزء التاني بقى للشعب المصري عشان يطمئن. مصر من اقوى البلاد اللي في العالم اللي عندها مصانع عدوية. عشان بس الناس تبقى فاهمة ده. لان الناس لفترات كبيرة جدا تغيبت في اخبار النجوم والممثلين ومتابعوش اي اخبار طبية. لا مصر عندها من المصانع قوية جدا. الرابع اقوى مصنع موجود في مصر. وهو اقوى مصنع في الافريقيا والشرق الاوسط. فبالتالي احنا لازم بقى عندنا بس شوية ثقة في الشغل اللي بيحصل في النواحي الطبية المصرية وما تنسوش يا جماعة ان هم دول الاوائل. تنسوش ان هم دول الناس اللي عندها كفاءات وما تنسوش ان هم دول اكتر فئة اتخذت برا في كندا وفي امريكا عن طريق الهجرة المباشرة.